أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا له يوم الأحد 18-4-18 نيسان القمر ما زال موجود في منزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح ينكث فيها القمر لغاية الساعة 6 و58 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش من مساء يوم الأحد 18-4 لا ينتقد بعدها القمر لمنزلة الطرف وهي للمضرة والمشاكل الآن القمر استقر في برج السرطان وحكينا أنه تأثيره لما بصير في برج السرطان على جميع الأبراج منشعر بهذه الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إلا ولا أحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يذرف الدموع وهو بقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا بحيث أننا نشعر بحافظ الالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا شراء عقار وزراعة نبت ما أو شجيرة والانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزرع الفلكية في عنا زاويتين اليوم الزاوية الأولى هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعة وأربعين دقيقة صباحا وهي زاوية بتأجج العاطفة تجهد الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي ضفعات للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحصن عطاءهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي برضو زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وثمنتاشر دقيقة بعد العصر بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا بما أن القمر موجود في السرطان فخلوه المسار القادم رح يكون يوم الثلاثة عشرين أربعة رح يبدأ في تمام الساعة اتناعش وثلاث دقائق بعد منتصف الليل ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة وعشر دقائق صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المربع سبع أيام في تمام الساعة سبعة وتسع دقائق صباحا بيصبح ثمان أيام نسبة الإضاءة خمس وثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعة عشر أربعة سعيد بنسبة مية في المية القمر في السرطان حتى يوم عشرين أربعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الحمل حتى يوم تسعة عشر أربعة سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية الزهرة في الثور حتى يوم تسعة خمسة منتحس بنسبة أربعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم 23-4 سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم شنكم أتحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة ووسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاضروا من التصرفات العدائية ما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو كلامك الجارح برج الثور بتنشطوا في مسائل لها علاقة بالسفر والاتصالات أهم شيء تكونوا أكثر صبر على الطرقات واليوم مناسب لا اجتياز امتحان عبر عن رأيك ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات والتحافظات وما تترك مجال للغمض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة أهم شيء أنه اليوم ما رح تهدأ وتيرتك من كثر الحركة برج الجوزاء ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو ممكن يحصل على هدية أهم شيء تخففوا من النفقات ممكن اليوم تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها تفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء أهم شيء أنك تبرر مواقفك ووضح أي سوء تفاهم برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل صفحة جديدة بتحمل هذه الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد لكم النشاط لحياتكم اليومية وتعتبر من أجمل أيام الشهر برج الأسد بسيطر التعب عليكم حاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو المرض خلال هذه الفترة بتفشل أعمالك في حصد النجاح وبيخيب أملك لتأجيل أو لإلغاء في اللحظات الأخيرة برج العذراء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم يعني ممكن هيك يشارك في مناسبة سعيدة أهم شيء تجنبوا الانتقاد أو انتقاد أحدهم بناسبك العمل مع مجموعة من الزملاء أو الأهل أنت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح اليوم لتفهم الآخرين لا إلك وتحصل على التأييد وتشارك في ورشات عمل برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل ممكن تشعر وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معك أو ما بيتعاون معك لا تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح الفترة هاي بتحمل بعض القلق والتوتر برج العقرب ابتنشطوا في مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات لبعيدة كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة اليوم ممكن تعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظاً ابتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك اليوم أهم شيء أنك ما تقف ساكن حاول أنك تتحرك لحصد المكاسب اليومية برج القوس ابتنهمكم في ضبط شؤنكم المالية المشتركة ورغم النفقات أما فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض اتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع لإعادة بعض الأمور لنصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات ولا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن اليوم تعالج موضوع مالي أو موضوع إداري برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة ولكن هاي فترة متوترة وممكن تتورط في أزم ما ممكن تضطر للإبطاء في مسار لبعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين لا بأس في ذلك لا توجه انتقاد لأحد وابتعد قدر الإمكان عن الخلافات برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زميل حاضروا من تراجع صحي غير من الأولويات إذا دعت الحاجة وما تعاند باكر للعمل تفاديا لأي تأخير في العمل وحاول إنك تنتبه لبعض المسائل الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يعني اليوم بيقدم فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف وللارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على الاستيعاب للأمور عالية جدا هذه الفترة إيجابية ممكن تحصل من خلالها كثير من الأمور لأن الحظ داعم لا إلك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إداها إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه